السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد إن من دواعي نصرة الإسلام أن تأتلف قلوب أهله تأتلف قلوب أهله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ثم فإن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فكانت نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين ألف بين قلب بلال بن رباح العبد الحبشي وبين قلب صهيب الرومي وبين قلب عمار بن ياسر وسلمان الفارسي الذي هو من فارس وألف بين قلب القرشيين والهاشميين فقلوب اتلفت واجتمعت رغم ما بينها من التفاوتات الطبقية كما يقولون والتفاوتات القبلية والأسرية والاجتماعية فالذي ألف بين هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى كما أسلفت ألف بين قلب حمزة بن عبد المطلب الهاشمي الخرشي وبين قلب بلال بن رباح العبد الحبشي وهكذا كانت تأليف بين القلوب فكانت منه من الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين التأليف بين قلوب أهل الإيمان بما سمعتموه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار وكانت بينهم حروب شديدة كما لا أخف عليكم بين الأوس والخزرج مقاتل عظيمة ومجازر عظيمة في حرب بعاث وحروب قبلها ولكن الله سبحانه وتعالى ألف بينهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم فتحولت العداوة إلى ود وإخاء والحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن الحمد لله على نعمة التأليف بين القلوب وكان من المقاصد أن نسعى إلى تأليف القلوب التأليف بين القلوب والجمع بين الأحبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين يفرقون بين المسلمين ويحرشون فيما بينهم إنهم أثمة ظلمة أثمة هؤلاء الذين يبغون للبراء العنة والمشق فكان لزاما من ثم أن نسعى إلى البحث عن الأسباب التي يؤلف الله تعالى بها القلوب ونبتعد عن مسببات التنافر والتباغض والتحاسد أولا هناك أسباب تجلب الشرور بين المسلمين وهذه الاختلافات الكثيرة من ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه اختلفتم فقوموا عنه والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال في حديثه لا تختلفوا فتختلف قلوبكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم كان كلامه هذا حتى منصب على تسوية الصفوف تسوية الصفوف نهى عن الاختلاف واحد يتقدم واحدة آخر فالاختلاف الظاهري يؤثر على الاختلاف الباطني اختلاف في الظاهر واثر على الاختلاف في القلوب فإن كان الظاهر سواء كان الظاهر تقدم وتأخر في الصفوف وحتى في اللبس تجد الذي يلبس ثوبا أبيض يحن لمن يلبس ثوبا أبيض في دولة من الدول الأوروبية أنت تلبس ثوبا أبيض وتمشي تجد شخصا يلبس ثوبا أبيض تحن إليه ونفسك تصب إليه امرأة تلبس السياب الأسود تحن لمن تلبس الثوب الأسود مثلها فالتقارب في الظاهر يجلب تقاربا في الباطن لا تختلف فتختلف قلوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي محذرا لتسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فالمساواة الظاهرية تجلب تحاببا وتقاربا حتى بين القلوب لا يخف عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في بيته عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه لما سمع صوتا مرتفعا ولغطا وكأن حب الرماني يتفقأ في وجهه من شدة الغضب والإحمرار فوجدهم يختلفون في آيات ويتجادلون فيها فقال ألي هذا خلقتم أم بهذا أمرتم ألي هذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح وكان سم رجل معتزلا وهو عبد الله بن عمر بن العاص الذي اعتزل هذا الجدل فالاختلاف دائما وأبدا يسبب ضغائنا في القلوب ولذلك لا نسعى إليه بل نضرأه قدر استطاعاتنا وقدر جهدنا نضرأ الاختلاف قدر الاستطاعة وقدر الجهد وسمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو يقرأ القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم والزعيم الكفيل ببيت في ربض الجنة يعني أنا متكفل ببيت في ربض الجنة جانب الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا فإذا دخل الجدل إلى مسألة المراء والانتصار للنفس أتركه أتركه لا تسترسل فيه فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة في ربضها لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسطها لمن ترك المزاحة الكذب ولو كان مازيحا وببيت آخر لمن حسن خلقه فالشاهد من هذا أن الشخص يجتنب المراء ويجتنب كل ما يجلب الخلاف بينه وبين المسلمين قدر الجهد وقدر الاستطاع ذلك الاجتناب لأن الله نهان عن الفرقة والاختلاف وحذرنا من ذلك تحذيرا شديدا فقال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفع العلم بها فكان من أسباب رفع العلم بليلة القدر أن شخصين تلاحى عند رسول الله تجادل واختلف ونال كل منهم من الآخر فرفع العلم بليلة القدر من أجل هذا الاختلاف من جراء هذا الاختلاف فالخلاف شر لا نسعي إليه أبدا ولا ينبغي أبدا أن نكون في الظاهر مجتمعين وفي الباطن قلوبنا متفرقة ومتباغضة أهل الإيمان يدعون ربهم فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وبين الله سبحانه أن شأن أهل الكتاب هو هذا أنك تراهم أياذا بالله في الظاهر مجتمعين وفي الباطن كل يتمنى للآخر البلاء قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قلوبهم متفرقة وإن كانوا في الظاهر هكذا تراهم مجتمعين لكن في الباطن الله أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا يخف عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت قال لأصحابه هلموا أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا فاختلفوا فيما بينهم منهم من يقول قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا ومنهم من يقول حسبنا كتاب الله إن رسول في مرض الموت فاختلفوا ولا ينبغي عند نبينا التنازع فلما كان ذلك منهم قال لهم الرسول قوموا عني قوموا عني وأبعدهم عن مجلسه فوالله إلى الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية المصيبة كل المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك هم الكتاب أيها الأخوة إن الفرقة والاختلاف مزمومان كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لي حكم لا ينبغي أن يكون أحدنا يبني ويقرب الناس من الدين وآخر يهدم وينفر الناس عن الدين كيف يتأتى البنيان الأكمل وشخص يبني والآخر يهدم قال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم وكما سمعتم فإن الله قال وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتذهب لي حكم وأمر الله بالاتحاد والاعتصام البعد عن أسباب الفرقة والاختلاف فقال تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فالحضر الحضر من الاختلافات التي تفضي من ثم إلى اختلاف القلوب تفضي إلى اختلاف القلوب فكل ما من شأنه أن يسبب فرقة واختلاف وتنفرا للقلوب نبتعد عنه وكل ما يسبب تأليفا للقلوب اقتربنا منه لا أخفى لكم أن الزكاة شرعت ومن مصاريفها مصرف للمؤلفة قلوبهم لجمع الناس على الإسلام لتطيب خواطر الناس كان الأعربي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الحاجة فيقول النبي خذ ما ألغنى بين هذين الجبلين فيخرج الرجل إلى قوم يقول يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي أعطاء من لا يخشى الفقر يعطي أعطاء من لا يخشى الفقر شرعت الزكاة من مصاريفها تأليف القلوب والهدايا أيضا تكون سببا في التأليف بين القلوب تهادو تحبو والعفو عن الناس والعفو عن إساءات الناس من أعظم أسباب تأليف قلوبهم قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يتحول إلى ولي حميم ولكن هذه منزلها راقية أن شخصا يسبك وأن تقول عفو الله عنك تجاوز الله عنك منزلها سامية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فمن أسباب تأليف القلوب أولا وقبل كل شيء نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يجمع بين قلوبنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أول سبب هو سؤال الله سبحانه وتعالى ثم الاستقامة الظاهرية أيضا لا انعكاساتها بإذن الله على البواطن على البواطن كما سمعتم حديث الرسول لتسوون صففكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فالاتحاد والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب التأليف بين القلوب وصناعة الخير في الناس تترك أسرها طيب إذا عدت مريضا إذا اتبعت جنازة بيت من الأموات إذا فرجت عن مؤمن كربا من كرب الدنيا يسرت على معسر تجاوزت عن معسر كل هذه الأسباب يؤلف الله بها بين القلوب وكما أسلفت ألعف عن الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خيرا له قبل نجد فأتت برجل من نجد أتت برجل من نجد وقال له ثمامة بن أسال مشركا وربط في سرية من سوار المسجد ثلاثة ليال كل ليلة يخرج النبي إليه يقول أسلم يا ثمامة يا أبا أن يسلم فيخرج النبي الليلة الثانية ماذا عندك يا ثمامة عنها الأسلم يقول يا محمد أني والله خير إن تمنن تمنن على شاكر إن تفضلت علي فسأشكر لك صنيعك إن تقتل تقتل ذا دم لي قبيلة ستطالب بدمي إن كنت تريد مالا سل من المال ما شئت يا محمد فأسكت النبي يوما أو ليلة والليلة التي بعدها والليلة التي بعدها فقال النبي أطلق ثمامة دون قيد أو شرط فالرجل ذاب إلى نخل قريب من المسجد واختسل وجاء وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك وإن وجهك الآن لأحب الوجوه إلي والله يا رسول الله ما كانت على وجه الأرض من بلدة أبغض إلي من بلدتك وإن بلدتك لأحب بلاد الله إلي يا رسول الله والله لن يصل قريشا شيء من الحنطة من بلادنا حتى تأذن لهم فيها يا رسول الله وضيق الله به الحصار على أهل مك فالعفو عن الناس والصفو عن الناس والتجاوز سبب من أسباب التأليف بين القلوب سبب عظيم من أسباب التأليف بين القلوب فلنسلك هذا السبيل أيها الإخوة سبيل التأليف بين قلوب الناس والدعاء الله عز وجل بذلك أيها الإخوة إن الخلافات كما أسلفت الظاهرة تأثر على البواطن كما قال علماؤنا وإلمتنا حتى قالوا إن أحيانا المطعمات تأثر في آكليها والمشروبات تأثر في آكليها والبلاد تأثر في ساكنيها ولكن الذي يجمعنا الله عليه هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلنسلك سبيل التأليف بين القلوب ولا نسلك البغاء للبراء العنة والمشقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال للجنة ثلاثة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم جدير بنا أيها الإخوة ألا نختلف قادر الإستطاعنا نبتعد عن الجدل الممل والجدل الذي كل يحاول فيه الانتصار لنفسه كل يحاول الانتصار لنفسه بالباطل بالحق إنما يريد أن ينتصر هو نبتعد عن هذا نقول للمحق أنت محق ولمن أخطأ جانبت الصواب بكل أدب وكل هدوء ولا نماري ولا نجادل أبدا إن الشخص إذا تنا بحق من قبلناه حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي يريرة لما علمه الشيطان آية الكرسي وقال لن يزال معك من الله يحافظ ما دمت على ذلك أو إذا قرأتها حتى تصبح قال النبي صدقاك وهو كذوب صدقاك هو كذوب ولما أتى اليهود إلى النبي وقالوا أنكم تشركون وتنددون على ما حسنه بعض العلماء أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال النبي الأصحاب لا تقول ما شاء الله ما شاء الله وشاء محمد ولما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبو القاسم أما بلغاك أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثر على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقاً لخبر الحبر في بعض الروايات وتلا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز شاهد من هذا كله أننا نسع جاهدين لتقليل الإختلافات لأن الشيطان من شأنه أن ينزق بين الناس ويسبب الخلافات التي بعد ذلك ينميها الشيطان ويزيدها الشيطان ينميها الشيطان ويزيدها الشيطان ولذا كان للعفو يعني الناس أثره الطيب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتو رجم فقال يا رسول الله إن لي رحماً أصل ويقطعون أغطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي قال لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك ما دمت على ذلك لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك فالعفو والصف أقرب للتقوى كما قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر